بداية تحية لكم ولكل السادة المشاهدين يعني أنا أعتقد أن حالة الجدل حول هذا الاجتماع بمخرجات سياسية هذا غير واقعي لأنه في النهاية هذا الاجتماع يأتي لتثبيت مواقع وتغيير مواقع وبالتالي هناك تثبيت لموقع حسين الشيخ بدلا من المرحوم صاحب عرقات كأمين سر للجنة التنفيذية لمنظمة التحريف للصينية هناك تغيير في رئاسة المجلس الوطني سيأتي روح فتوح طبعا بدلا من سليم الزعنون والفصائل بالعادة هناك مخاصصة يعني توزيع عضويات اللجنة التنفيذية وحتى هيئة المجلسية مخاصصة بين الفصائل المنظوية داخل منظمة التحريف الفلسطينية تدعى الفصائل الأخرى عبر المجلس الوطني والمجلس المركزي وممثلة عن المجلس التشريعي أنا أعتقد أنه نحن حتى دلحظة يعني كمان يطحن في الهواء أختيها الكريمة يعني هناك كان اجتماع الأهم في عام 2015 والتي صدرت عنه قرارات بتحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي من ضمنها وقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف منظمة التحريف الفلسطينية بإسرائيل وتم تأكيد عليه في 2018 الآن هذه الجلسة لا أعتقد أنها مخرجات سياسية ولكن من الطبيعي أن نكون حازنين على أن تصل منظمة التحريف الفلسطينية التي قدمنا ألاف الشهداء من نجل الحفاظ على شرعيتها والحفاظ على هويتها واستقلال قرارها أن تصبح بهذه الركاكة وهذه التكلس وهذه الانهزام بصراحة هناك كما يغيب نفسه بنفسه عن حالة المشهد الفلسطيني منظمة التحريف الفلسطينية صدر قرار في مارس 2005 بيع تشكيل إطار قيادة مؤقت يقوم هذا الإطار القيادة المؤقت لأول مرة بطرح فكرة الانتخابات منذ أن تأسست منظمة التحريف الفلسطينية عام 1964 وهي تنفذ نظام التكليف والمحاصصة بين الفصائل المنضوية أنا حزين أن تخرج جمهة الشعبية وتقاطع هذا الأمر دكتور بذكرك الجمهة الشعبية دكتور أيمن يعني قوة سياسية أعلنت رفضها ومقاطعتها حضور الاجتماع ورغم ذلك لأنه كان هناك تصريح لافت لسيد عزام الأحمد ذكر بأنه حتى مقاطعة كل هذه القوة السياسية لاجتماعاته مركزي لن تؤثر على قراراته يعني كيف ذلك والمفترض أن هذا الاجتماع سيبحث في ترتيب البيت الفلسطيني نفسه من المحزن يعني أنا استماعت للقاء عزام الأحمد المحزن أن تصل الأمور لاستخفاف بشركاء الدرب بهذه الطريقة الجبه الشعبي شاركت حركة فتح سنوات طوال في نضال هناك قوة كثيرة ترفض هذا الاجتماع ليس لمصلحة ذاتية كما نتابع هي مصلحة فلسطينية كان الأجدر الحديث عن عقد آلية لانتخاب مجلس وطني وأن ينتخب المجلس الوطني ويكمل تفاصيله أنا لا أعتقد أن انتخاب المجلس وطني لديهم مشكلة في القدس كما تعذر أبو مازن في إبريل الماضي في إكمال مشهد الانتخابات التشريعية ولكن حالة الاستخفاف بكل الشركاء وأن يقول من يأتي يأتي ومن لا يأتي فباي باي أنا أعتقد هذا معيب على عزام الأحمد ومعيب على كل من هم حول رئيس السلطة أبو مازن اللي يسمح بكل هذا الأمر الاستخفاف بالشركاء أنا أعتقد مطلوب لها الاستماع لبعضنا البعض يعني يكفي ما نحن نعاني به من انكسام فلسطيني وحالة بصراحة يعني عندما يصدر قرار منظمة العفو الدولية فاعتبر دولة الاحتلال دولة عمصرية ونحن غير جاهزين فلسطينيا لأن نستقبل هذا طيب وإن حدث واتخذت قرارات فعلا مصرية دكتور أيمن ما موقف بقية الفصائل منها نحن نتحدث عن مناصب مهمة سيتم البحث عنها في اجتماعات مركزي أختي الكريمة أن هذه المناصب محاصصة يعني هذه حصة فتح عضو الأعضاء المحاصصة هي محاصصة فقط وهذا الاجتماع للتثبيت لكن هم تكون قرارات مصرية سياسية لا توجد كما أشرط أهم قرارات صدرت في عام 2015 ولم تنفذ المشكلة الأساسية التي يجب أن ندركها جميعا أن أبو مازن ومن حوله ومن سيأتون الآن بهذا المشهد يمينون بالتنصيق الأمن المقدس وبالتالي ليس لديهم رؤية في قطع العلاقة مع الاحتلال أو وضع عاليات عندما نستمع إلى حكومة نفتالي من التالي التي تتنكر لكل حقوق الشعب الفلسطيني ولا يقال أن هناك أمل لأي عملية سياسية ونحن لازم نتمسك بالعلاقة مع هذا الاحتلال وبالتنصيق الأمني أنا أعتقد أن لدينا مشكلة هذه الاجتماعات هي هذا الاجتماعات تتحدث في البداية أنه نحن كل تصريحاتنا يطحن في الهواء أنا أعتقد أن هذه الاجتماع سيعقد يوم الأحد سيثبت مواقع ولن يخرج بأي قرارات سياسية نستطيع أن نعول عليها كثيرا وستستمر الأمور على علات كما هي للأسف الشديد ثم نعود فلسطينيا في هذه الحالة المتصارعة كنا نتمنى أن يؤجل هذا الاجتماع أقل تقدير لإنجاح الجهود الجزائرية وهذا الأمر أيضا واضح أنه غير وارد في حسابات صناعة السياسة الفلسطينيين وبالتالي نحن سندخل مرحلة جديدة لا أمل للأسف الشديد هل يقصد أنه يعقد في هذا التوقيت لتثبيت بعض الأشخاص في أماكن مهمة ومناصب سيكون لها أهمية في قادم الأيام فيما خصد منظمة التحرير الفلسطينية أماكن ومناصب قيادية داخل منظمة واضح بصراحة أن هناك قوة أقليمية ولا أريد أن أسميها كان الاحتلال من ضمنها في ضرورة أن يعقد هذا الاجتماع لتثبيت شخصيات محددة لأنه بالعادة أمين سر اللجنة التنفيذية هو يخلف الرئيس في حال رئيس منظمة تحرير الفلسطينية في حال وفاته نعرف أن أبو مازن الآن يدخل في عام السبع والثمانون وبالتالي لديه مشكلة كبير جدا إضافة لأنه يعاني بعض الأمراض الصحية وبالتالي قد يكون هذا الاجتماع لتثبيت هذه المواقع لضمان خليفة أبو مازن في حال غيابه عن المشهد السياسي ومشهد الحياتي وبالتالي قد يكون هذا جزء من سيناريو إقليمي يضغط باتجاه هذا الاجتماع خاصة وطلب من أبو مازن أن يعين نائب له ورفض ذلك ولكن عندما يكون الأمر داخل منظمة تحرير الفلسطينية وتشكيلاتها فهذا الأمر نعتقد يأخذ شرعية أكثر عمليا ولكن حقيقة الأمر أن هناك لا مشكلة في حالتنا الفلسطينية لا أريد أن أتحدث عن موقف التشريعي في غزة ولا أريد أن أتحدث عن فصائل أخرى ولكن عندما يتحدث عن الجبهة الشعبية على سبيل مثال كما أشارت الفصيل الثاني في منظمة تحرير الفلسطينية هناك فصائل مترددة وهذا يعيد بصراح لمشهد اجتماع المجلس المركزي عام 2018 عندما قطعته جبهة الشعبية وجبهة دموقراطية وفي النهاية قراراته الصدر التأكيدة لقرارات السابقة دون تنفيذ حتى اليوم